فتعلمنا عن قمنا بانشاء header في المرة السابقة وهذا header فعليا اذا ذهبت الى مظهر ومحرر فاذا لاحظوا اذا ذهبت الى القوالب سيقول لي هناك قالب الاندكس وقالب البيجز هنا واتفقنا ان هذه اسمها template وليس القوالب بمعنى theme يعني نماذج هذه ترجمتها نماذج يعني template ها هو ولدينا index وبيجز لان بالكود اصلا لدينا templates او template index وبيج لاحظوا واذا ذهبنا مثلا للبيجز هنا لاحظوا وقلت انني اريد ان اعدلها فستظهر لي شبر البرمجية لانني انا حددتها من هنا ساختار محرر برئي فلاحظوا الان لو قم بالنقر هنا في الاعلى هكذا سيظهر لي هذا بشكل مختلف الهدر سيقول لي هذا هدر ولماذا يظهر بهذا الشكل لانه بكل بساطة هو عبارة عن template part كان موجود هنا وانا ضمنته بالإندكس فاذا ارد او ضمنته بالبيج واعتقد ايضا بالإندكس فاذا الان انا لو قمت بالنقر عليه هكذا ها هو اريد تعديله فاذا لنرى هل يمكن ان نذهب اليه او من الاعلى يمكن ان نذهب هدر لاحظوا هذه طريقة اخرى للذهب للنموذج اللي تريد ان تعدلها نكررها مرة اخرى فاذا كنترول كي او ضمنقر بالاعلى فاذا كنترول كي وتكتب النموذج الذي تبحث عنه فانا ابحث عن هدر وهدر فاذا الان انا في هذا النموذج نموذج الهدر ها هو فاذا فيه موقع الاختبار وفيه وصف قصير الشيء الموجود الذي لدينا هنا هو ان لدينا موقع اختبار وعبارة عن عنوان اتش وان انا كتبتها طيب ماذا لو اردت ان اضيف عنوان الموقع الاصلي وليس اتش وان فيمكن مثلا هنا بعد الفقرة ان اضيف اه اد اوفر ومن هنا هكذا ابحث عن سايت تايتل او اسم الموقع يعني اسم الموقع لاحظوا اذا بحثت باللغة الانجليزية ام بالعربية سيظهر لك اه الموضوع فانا فقط بحثت عن سايت تايتل والذي هو بالعربية اسم الموقع لاحظوا فها هو فاذا اسم الموقعي ها هو موقع دروس تطوير wordpress فاذا هذا هو اسم الموقع فيمكن ماذا ان افعل ان اقوم بحذف هذا العنوان من الهدر وهذا ارفعه الى الاعلى لاحظوا اقوم بنقر عليه ورفعه الى الاعلى اذا تعاملت مع باني صفحات سابق فهذا الشيء سهل بالنسبة له فاذا هذا هو اسم الموقع ايضا بالنسبة لوصف قصير عن الموقع يمكن بدلا من وصف قصير ان اكتب سطر الوصف بالموقع ما هو اسم الموقع وما هو سطر الوصف بشكل سريع اريكم ما هو فذهبنا الى الرئيسية واعدادات وعام اعتقد عام ربما نعم عام فباعدادات عام هناك اسم الموقع وهناك سطر الوصف لاحظوا سطر الوصف لا يكتب لم اكتب فيه شيء فاذا اذا موقع حول اه دروس جيد فاذا هنا اسم الموقع يمكن ان نغيره ايضا من هنا فنكتب مثلا تعلم تطوير مثلا هكذا اسم الموقع وحفظ فاذا من هنا اه من هنا يمكن بدلا ان ادخل اسم الموقع بشكل يعني عنوان كالمرة السابقة ان اضع سايت سايت تايتل او عنوان الموقع والوصف القصير بدلا من وصف القصير هذا ان اضع ماذا اضع الوصف الموقع الاصلي الذي يتغير من هنا فساخن بنفس نفس الطريقة السابقة ساتبعها ومن هنا ساختار اه وصف الموقع اسمه بالانجليزية او بالعربية وصف لاحظوا اعتقد اسمه بالانجليزية نعم يعني اذا اردت ان تبحث بالعربي او بالانجليزي نفس الشيء وهنا هذا هو سطر الوصف الموقع لم يضيفه نعم لانه لم يكن موجود اه عندما اه يعني غيرت ذلك علي ان نحدث الان اه لا مشكلة سنبقي هنا احدث في الفقرة نحدث نحفظ حفظ ونحدث يفترض ان يظهر الان اذا لم يظهر لا اعرف من المشكلة يعني فعليا فادلنا فادا بالفعل ظهر فبهذه الطريقة ايضا 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 لاحظوا انا عدلت على النموذج الهيدر من هنا اذا قمت انا بالتحديث في هذا الشكل لاحظوا تعلم تطوير وورد بريس يعني بشكل اه افتراض الواضي قامت بربط هذا بعنوان الموقع الاساسي فيعني اذا قمت بالنقر عليه يفترض ان يتم تحديثه صفحا جيد وهذا هو موقع حول دروس وورد بريس نفس الاشياء التي كتبت هنا تتغير بشكل ديناميكي طيب جيد دعونا نرى كيف يظهر ذلك بالكود فعليا ما الشيء الذي حصل في المرة السابقة اضفنا الان ما الذي حصل فالذي حصل فعليا دعونا ننسخ كل بساطة هذا النسخ ونأتي الى هنا لاحظوا بداية لدينا الورد بريس اه وورد بريس جروب لا يهمنا هذا حاليا ثم لدينا هيدر طبعا هيدر هو نفسه الخاص بورد بريس جروب ايضا لا يهمنا حاليا الان الذي يهمنا هو هذا التاغ او جوتنبرغ تاغ الجديد الذي نتعلمه الان الذي اسمه سايت داش تايتل هذا يقوم بعرض عنوان الموقع بشكل اوتوماتيكي يعني من اين وضعت هذا التاغ سيظهر لك عنوان الموقع اه وبالتالي هذا تاغ يعني يمكنك ان ليس شيء انا اضع بداخلي مثل عنوان اه بالمرة السابقة كتبت عنوان شيء محدد لا ممكن اي تغير لا هذا ديناميكي فبحيث اذا انا غيرت شيء من هنا سينعكس على اه نتيجة هذا سايت تايتل اما بالنسبة لسطر الوصف انا قلت لكم انه اسمه بالانجليزية ولي اذكركم باسم الكومنت هذا او كوتنبرغ تاغ الذي هو اسمه السايت داش تايتل الذي هذا بحد ذاته يتصل مع هذا بشكل ديناميكي تغير من هنا سيتغير من هنا فحتى تعالنا نجرب حتى اريكم انه فبطل انه يتغير فعليا لو كتبت هنا واحد مثلا وهنا خمسة وتحديد وحدثت الان لنرى سيظهر لي هنا واحد وسيظهر لي هنا خمسة هذا تغيير ديناميكي اضع السايت تايتل انتهينا يمكن ان اضاعها بامكان داوني امسحها حفظ التغييرات والان يعترض ان يعود كل شيء كما ممتاز ها هي لاحظوا طبعا اكيد اه سنعود للمحرر المرئي اكيد انه هناك اعدادات لهذه النقطة فمثلا انا لو وضعت هذا لاحظوا عنوان الموقع بشكل افتراضي يمكن ان اضاعه اي شيء لكن هو الصح هو ان يكون لانه ترويز يعني اول اول عنوان بالموقع هو اسم الموقع فيفترض ان يبقى ويمكن ان اضاعه محاذا للنص الوسط ويمكن ايضا انا ارى اذا كان هناك تغييرات هنا فاذا نلاحظوا هذا هو انا قمت بتحديد ضروري ان تحدد المكون الذي تريد تعديله ومن هنا يظهر اذا نلاحظوا من الاعدادات ان اضع له رابط للصفحة الرئيسية يمكن ان اغيير ذلك انا لا اريد رابط للصفحة الرئيسية ومجرد ان اقوم بهذا الاعداد سيختفي الرابط يعني فقط مجرد اتش وان واذا ارد ان يفتح الرابط بالصفحة منفصلة بنو تاب يعني يمكن ان اقوم بنقر على هذا اذا هذا من اعداداته اما من اعدادات الالوان يمكن ان تحدد اللون الخاص به فمثلا انا اريد مثلا لونه هذا هكذا يعني لون الخلفية يمكن ان احدده بهذا الشكل اه يمكن ان احدد حجم الخط مثلا اكس لارش مثلا اه يمكن عرض الخط مثلا ان يكون اه متوسط مثلا بهذا الشكل تباعد احرف احنا احنا اتفقنا انها ليست مناسبة لامور العربية فلا نضعها اه وفقط فهذا هذه هي الاشياء ايضا بالنسبة للتاغ لاين ها هو يمكن ايضا ان اضعه بالمنتصف ويمكن الان انا محددة لماذا للتاغ لاين فهذا هو المكون يمكن ان اضع له الخط ان يكون مثلا ميديو جيد ومثلا اضع لون للنص وهكذا وحفظ لنا طبعا اكيد هذا ليس لون يعني ليس شيء جميل لكن انا اريك الخيارات يعني الموجودة الفكرة الثانية هي ان ما الشيء الذي حصل بعد ان نقوم بكل هذه التغييرات فكل مرة نقرأ الكود لنفهمه وانا اقول دائما انا يمكنك ان تفهم الكود فلا تعتقد ان هذا شيء اه يعني لغة سنسا كريتية هذا شيء مفهوم انت يمكنك ان تفهم هذا الكود وانا اوضحه لك بالتريج طبعا لدينا الجروب والهيدر انا فعليا لم اقم بالتحديد واتشرحنا هذه الامور تقريبا امور الهيدر وامور الجروب شرحناها في فيديو سابق تالي لن اشرحها الان الان نحن اين نحن في لاحظوا فيه الكثير من الاشياء الموجودة هنا طبعا نحن اتفقنا ان لتمرير المعلومات او الخصائص الخاصة بهذا الموضوع لتمريره ما الشيء الذي يحدث نستخدم جيسون فاذا هذا جيسون اوبشيك نحن اتفقنا عليها كو من كي وفالو فاذا اردنا شرح الحال نشرحها باساس ماذا باساس كي وفالو فاذا بداية لدينا تيكس الاين سنتر واضح لانا الخط كان اه محاذاة النص للوسط لدينا ستايل ستايل يمكن ان نقوم بيعني حديث عنهم في النهاية لدينا هنا تايبوغرافي واي شيء تايبوغرافي اتفقنا انه يتعلق بماذا بالخط وامور كذلك فهي عبارة عن اوبجيكت بداخلها الفونت ستايل فونت ستايل كان نورمال لم نجعل الخط مثلا الاعلى للاسفل هذه الامور لم نجعلها فاذا نورمال وبالنسبة لعرض الخط الذي اسمه فونت ويت كان خمسمائة اعتقد وضعناها عريض او عادي لا اذكر لكن وضعنا قيمة للفونت ويت فقط فاذا هذا هو الاشياء المتعلقة بالخط الموضوع الثاني هو وضعنا لها والتكست كالر وضعنا له والفونت سايز وضعناها هذه القصة بخصوص موضوع الستايل فاذا الستايل هو جيد وبداخل الستايل يوجد استايل اي المنت وهذا يعتبر ان اذا كان طبعا لان اذا وضعنا مثلا دعونا نعود للمحرر اريد ان اريكم شيء فالان هو عبارة عن لينك فاذا قمت انا بإنسبكت إلمنت لأرى القصة فاذا نلاحظوا عندما كان عنوان الموقع باللينك فكان لدي اتش وان ها هو بداخله اي تاغ يعني اللينك واتفقنا نحن ان بوورد بريس اي تاغ اسمه هو عبارة عن إلمنت اسمها لينك فعندما نريد ان نتحدث عن اي تاغ بوورد بريس نقول لينك لا نقول اي تاغ جيد فاذا انا قمت مثلا بوضع ان اتش وان هي عبارة عن مثلا لونها ابيض فهذا الشيء لن يؤثر على اي تاغ الا اذا حددت ان انا اريد حتى اللينك بداخل هذا الاتش وان اريد ان يكون حتى العناصر الموجودة بالاتش وان التي هي عبارة عن لينك يعني يساوي اي تاغ اريدها ان تكون لونها ابيض فبالتالي هذا معنى هذا الجملة اي شيء بداخل اي عنصر بداخله كان عبارة عن لينك فانا اريد الكلر الخاص به وتحديدا التكست اريد ان يكون هكذا ما هو الشيء هكذا هو هذا عبارة عن لون ووضعه كتبه بجيسون تكتب بهذا الشكل وثم وثم بدل من التي تعلمناها بوقت سابق تكتب قائم اذا حتى انت تكتب بداخل جيسون تعود بقائم وهذا هو اللون هذا هو سهل جدا لا يوجد فيه شيء جديد لنرى لاحظوا الاشياء التكرارية نفس الاشياء التي تعلمها بوقت سابق تكراري لكنها تمرر لمكونات جديدة فاذا هذا التاجلين لاحظوا التكست الان ايضا سنتر نفس القصة نفس القصة نفس القصة جيد سهل جدا فهذا بخصوص هذا الموضوع هل هو سهل ام صعب هل هو سهل ام صعب كيفية قراءة الكود الان خاص ب فاذا الان دعونا نكمل بالموضوع الثاني والموضوع الثاني هو نريد ان نضيف شيء لهذا الموضوع طبعا يمكن ان ماذا نفعل ان نكتب هذا الشيء بأنفسنا كيف ذلك؟ دعونا نكتبه بأنفسنا نكتب wordpress site title فاذا هذا هي site title wordpress site tagline فيمكن الان ان اذهب لملفاتي الموجود في هالهيدر التي هي parts header فاذا نذهب الى parts header وهنا بدلا من هذه ال H1 التي كتبتها امسح ال H1 فقد بقيت بهيدر فهنا عفوا هنا يمكن ان اضيف هنا يمكن ان اضيف wordpress site title و ال wordpress site tagline لكن تأكد طبعا مع الاغلاق وطبعا انا كتبت خطأ لان يجب ان اكتب هنا داش داش في هذا الشكل فاذا الان اذا ارد تطبيق هذا فقط ان يظهر لل site title و فقط يظهر لل site tagline فقط هذا فلاحظوا انا مجرد ان احدث هنا لن يأخذ من الملفات لماذا؟ لان بwordpress هناك ترتيب للمكان الذي يأخذ منه المعلومات فاول اول شيء يقوم wordpress بتحميله في الموقع هو ملفات القالب فاذا theme file التي هي هذا فاذا بداية يحمل theme file لكن اذا كانت هناك تعديلات على theme من editor يعني من هنا فwordpress يأخذ هذا رقم اثنين لا يأخذ رقم واحد اذا اردت ان يعود في wordpress ليأخذ الاشياء الموجودة في theme files فعلي ان احذف التخصيصات الموجودة بالإديتر والحذف يكون سهل جدا انا الان بالهدر وبالتمبلت بارت وهنا اقوم بالنقر على مسح التخصيصات استخدم القالب كما يوفره القالب يعني استخدم النموذج كما يوفره النموذج الموجود في القالب فاذا الان فقط سأرى الاشياء التي انا كتبتها بداخل القالب طيب الان لو اردت مثلا اه يعني مثلا هذا اريد ان مرة اخرى ان اكتب ان امرر له معلومة جديدة التي هي او اسمها طبعا هذا يجب ان اضعها بداخل القالب و ايضا هذا انقرها و اضعها هنا. فانا مرة اريد ان اريد هذا بالوسط فاذا لينا را هل سيأخذ ذلك؟ نعم اخذ ذلك واذا قمت بالتحديث هنا ايضا سيأخذه اذا كان الذي كتبته خطأ سيقول لي هنا انه خطأ وربما سيعرض لي تصحيح هذا الخطأ طبعا هو صحيح فلا يعرض لي تصحيح ولكن في حالة عرض لي التصحيح يمكن ان ارى ما المشكلة التي انا وقعت فيها لماذا كتبت خطأ ويمكنك ان تعلم بهذه الطريقة وتصحيح بنفسك فاذا الشيء الذي اردنا ان نقوم به نحن ما زلنا بالهيدر هنا نريد ان نضيف مكون اخر هنا ادنا السايد هيدر او نضيف مثلا شيء جديد فاذا ندعونا وهذا الشيء الذي اريد اضافته هو المنيو او القائمة فيمكن ان ابحث عن منيو لان تجد فاسمها التنقل او نافيجيشن هكذا اسمها اذا كتبت التنقل سيظهر لك واذا كتبت نافيجيشن سيظهر لك هي هذا فسنراها فاذا هذه القائمة الان سنقوم بتعديلها لكن قبل ذلك لاحظوا ان هذه القائمة تظهر هكذا يعني لوحدها بهذا الشكل انا اريد ان احيطها بمجموعة يعني ان احيطها بـ فحتى احيطها بـ اقوم بنقل عن نقاط الثلاثة واقوم باختيار تجميع او بالانجليزية طبعا اذا كنت تستخدم بالانجليزية او بالعربية فانا اخبرك الكلمة لهذا الموضوع فاذا الان بداخل المجموعة يوجد التنقل اذا اغلقت هذا لاحظوا ستظهر لي اذا قمت بالتحديد حفظ فهذا هي لاحظوا ظهرت لي بشكل يعني اوتوماتيكي وضع لي قائمة ايه هنا فاذا قمت انا باخذ هذه القائمة هكذا وتحديدها فاذا لاحظوا سيقول لي ان هذه قائمة الصفحات تقوم بنقل هكذا فاذا القائمة الموجودة لدي هي قائمة الصفحات فيمكن من هنا ان اقوم بحذف هذا لا اريد هذا فاذا ازالت مكون قائمة الصفحات فاذا الان اريد اضافة شيء جديد فيمكن ان اضيف مثلا رابط صفحة رابط صفحة فارد رابط الصفحة مثلا الصفحة جديدة مثلا او صفحة اختبارية فاذا حفظ حفظ وتحديد ستظهر لي الصفحة الاختبارية اه قبل ان انهي اريد فقط ان اريكم كيف هي بالكود والمرة القادمة ايضا سنكمل مع هذا الموضوع فاذا نلاحظوا الشيء الذي تم اضافته هنا هو التالي واذا سننسخه مرة اخرى ونراه هنا فاذا بداية ال dev group او ال dev group التي انا اضفتها وجمعت ووضعت فيها ال navigation ومن الوسط لدينا ال navigation التي هي ويعني اسم اسم هذي هي ولاحظوا ان اه وورد برس اضافة لكن ما المعلومة التي مردها هي ref يعني وخمسة وماذا يعني خمسة فلنرى ماذا يعني خمسة فاذا قمت انا بعودة للمحير المرئي فاذا هناك مكون لماذا فاذا سنحاول استعادة مكون لاحظوا محاولة استعادة مكون اه نعم فاذا الان هذا فال انا لم اقم بالحفظ للاسف للمعلومات ربما انا غيرت بالكود وعندما قمت بالنسخ فنعم هذا وهنا سأضيف التنقل مجددا فاذا التنقل فاذا هذه هي صفحة اختبارية فاذا اذا قمت انا بالذهاب الى هنا لاحظوا القائمة الافتراضية هي نافيجيشن وهنا يوجد ادي انشاء قائمة جديدة هنا بالاعدادات لاحظوا وقمت بالذهاب للأسفل متقدم فهناك زر يعني غير مرئي يعني لا اعرف لماذا وضعه غير مرئي اسمه ادارة القوائم طبعا دوني احفظ بداية وهذا هو زر ادارة القوائم اذا قمت بالنقر عليه سيتم تحويله لصفحة هذه الصفحة فيها القوائم ولاحظوا في الاعلى بالرابط ليس بالرابط واضح لكن بالرابط هذا هذا الرابط هذا في الاسفل لاحظوا هنا ماذا يضغط في رابطها يوجد شيء اسمه بوست اي دي خمسة فاذا بوست اي دي خمسة فاذا هو اعتبر الان بوورد برس كيف يدير القوائم هي الان هي عبارة عن بوست فاذا ذهبنا الى phpmyadmin فاذا نرى وننهي مع هذه المعلومات خطأ فاذا هذه القائمة هذه القاعدة وورد برس بوست الذهبنا الى وورد برس بوست و لاحظوا هذا هو بوست اي دي خمسة اذا قمت انا بإدت له فاذا هو عبارة عن navigation فاذا نلاحظوا هذا هو navigation وال post title navigation البوست تايتل navigation هي نفسها اسم الى اين هي اسم هذا navigation والان ايضا اسم المنشور navigation وماذا نوعه post type ها هو post type wordpress navigation اذا هذه هي الطريقة الجديدة لادارة الموضيع هاذا هي الطريقة الجديدة لإدارة القوائم في Wordpress فأنا أعطيك نظرة عامة لأنني أعتبر أنك ستتطور وأريدك أن تعرف من أين تأتي الأمور وكيف يمكنك أن تفهمها في شكل أكبر. فأيضا القوائم هي بالنسبة ل Wordpress والتطوير هي عبارة عن منشور محفوظ بقاعة البيانات وبالتالي كل قائمة من هذا إذا كنت بإنشاء قائمة جديدة بهذا الشكل سأضيف لها اسمها لاحظوا هي مجرد منشور فإذا قائمة جديدة ونشر فإذا الآن سأذهب للمحرر لها لا أعرف إذا كنا نستطيع أن نرى هذه القائمة فارغة يقول يمكن أن نضيف لها عنصر من هنا مثلا نضيف لها قائمة الصبحات لا مشكلة ونحفظها ومن هنا طبعا الآن أصبح فقط لدينا هذه القائمة بهذا الشكل وإذا ذهبنا إلى كيف سنذهب إلى إدارة القوائم لاحظوا الآن لا يمكن أن نذهب لإدارة القوائم لكن ربما يمكن أن نرجع للخلف نعم فإذا هذه القائمة الجديدة موجودة هنا والآي دي الخاص بها ما هو الآي دي 95 ترونه بالأسفل فبالتالي هنا لو ذهبت للبوست مجددا وإلى الآي دي 95 فإذا ها هو فإذا فإذا هو هذه لاحظوا وعبارة عن وخمسة وتسعين وهذه اسمها قائمة جديدة وما نوعها بس تايب ورد برس نابيكيشن فإذا لاحظوا الآي درس نابيكيشن وقفا